وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي أسمى آيات التهاني للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد العمال وخلال كلمتي بمناسبة عيد العمال أكد الرئيس السيسي على أن الاحتفال بعيد العمال فرصة حقيقية للوقوف على ما أحرز عمال مصر الأوفياء من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة كما أكد الرئيس السيسي أن العالم مر خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة لعل أبرزها أزمة جائحة كورونا والتي كانت لها تداعيات كثيرة على العمل موضحا أن الدولة أولت اهتماما كبيرا وبالغا بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة وكافة خدمتها وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجة فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعي النقدية للعمال غير المنتظمة فضلا عن تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص العمل المناسبة والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي ترجمة نانسي قنقر